لماذا يمنع الجراح المريض الذي يجرى له عملية جراحية كبيرة على البطن طبعا أو الحوض من الطعام والسوائل حتى يستطيع إخراج بعض الغازات السلام عليكم أي عمل جراحي يتضمن شق في جدار البطن أو جدار الحوض الأمامي مثل عمليات القيصرية أو مثل عملية استئصال المرارة أو أي عمل جراحي على المعدة أو الكولون أو حتى عمليات استئصال الزائدة الدودية فإن الطبيب يأمر المريض بالانتظار حتى يحدث بعض الغازات حتى يستطيع إخراج بعض الغازات حتى يسمح له بتناول بعض السوائل بداية ثم ينتقل تدريجيا إلى تناول الأطعمة السبب في ذلك يعود إلى أن هذه العمليات تسبب شللا مؤقتا في الجهاز الهضمي بدءا من المعدة وانتهاءا بالمستقيم يعود سبب هذا الشلل المؤقت في الجهاز الهضمي إلى نوعية التخدير المستخدم لتخدير المريض إضافة إلى الرد الحاصل على أحشاء البطن خلال العمل الجراحي نفسه أكثر الإجراءات التي تسرع في إنهاء هذا الشلل المؤقت في الجهاز الهضمي أو الأنبوب الهضمي هو المشي وترك السرير مبكرا وعادة يزول مثل هذا الشلل المؤقت في الأنبوب الهضمي خلال 24 إلى 48 ساعة من العمل الجراحي ويبدأ زوال هذا الشلل المؤقت من المعدة إذ يتوقف الشعور بالغثيان أو حدوث الإقياء عند المريض الذي أجرى توا العمل الجراحي ثم تتأكد انتهاء فترة الشلل المؤقت في الأنبوب الهضمي بخروج الغازات من البطن عبر الشرج إذ يؤكد خروج الغازات من البطن من الأمعاء والكولونات على أن هناك حركية جيدة قد تمت لطرد الهواء الذي قد تراكم خلال فترة الشلل المؤقت للأنبوب الهضمي وعلى العكس من ذلك فإن عدم خروج الغازات سيسبب انتفاخا شديدا بالبطن يؤدي إلى ألم مضاف إلى الألم الذي يعانيه المريض جراء العمل الجراحي وسيعني أيضا للجراح أن على المريض أن يستمر في المشي وأن يضاعف مجهوده في المشي حتى يساهم ذلك في إنهاء الشلل المؤقت للأمعاء اشتركوا في القناة